هذا الرجل يستعمل معنا أسلوب القوادة إلى أسعد الشرعي الدعم يجي من جميع الإخوة المغاربة جميعاً وحبين ماشي من شخص واحد حيد درده واحد دارت اجمعته واحد شوية ديل الفلوس وعاو شارجيته وجيتيه باش تبان فوق مننا احنا كاملين وهدي درده تقبل منك انا شارجيت باش دعمت راسي يعني هاد قوالة ما تدوزاش على واحد الشيباني بحالي شربنا من البير من اللي كانزين من اللي تخلطوا فيه للدين خليناه لغسيل الرجلين سبب الواحد ما تكتبش علينا تقول لنا راه كادا ولا كادا ديك هاد رخاوية انت بغيتي غير تحيدهم وتشد بلاستهم وادك شديد رتيه أفعال وكتدلوا على ذلك هما نصلوا هادك في الصندالة البالية لاحوة وانت مشيتي لبستيها اذا اردتوا ان اناظر اسعد الشرعي فليقدم طالب ولينتظر لموافقة ولكن الله يجزيكم بخير ما تصنتوش للمع ولادكم ولاحتمع الازواج ديالكم لانكم ستعلمون حقيقة هذا الرخيص هذا وما يضمره على انه ابشع من البوليزاريو علينا داخل المجتمع المغريب لانه اصبح يضرب الان في الاعراض وانا الان جئتكم بالدليل لانه يضرب في الاعراض الان هو قلب علي باش نشبد الاعراض ومن يسبه في الاعراض والتقليد في علقك السيابرنوس عندك خمسالاف ديال المشاهدين هنا ايه تقليد في علقك انك تصنط ليه وتدير لنا تعقيب عليه يا في هذا الليف يا في ليفين اخر الواجد في علقك سد المايك ك давай تصنط لي الوي كدذل، ا intellect من المجتمع الضابع. نقول لك حمار. رغم أنك رغم أنك جمعتني هنا مع الضباع وانا قلت لي ضابع ولكن انا قلت راسي ما سمعتوهالو. سد المايك سد المايك سد المايك سد المايك. سد المايك وتعلم. اما فيما يخص من اما فيما يخص من السعاد الشرعي ساستعمل كلمة وارجوكم لا تستعملونها وكنني استعمله وكنطيح هذا الرجل يستعمل معنا اسلوب القوادة الى اسعد الشرعي ونحن لا نقود الى اي شخص كيفما كان كما يقول المثال المغربي البير من اللي كان زين شربنا من البير من اللي كان زين من اللي تخلطوا فيه للدين خليناه لغسيل الرجلين دخلنا المنصد الاسعد الشرعي او اللاشرعي رجال ودخلنا اسود ولم نتملق له ولم نحضر من يسب المالك يسب المالك انا جيت بخطاب ملكي يقول ان تلطخ ابواب الخوانة في المغرب بما لا يسمى ولا يسمى هو البراز اما انتم فقد جئتم بساعد البرس الذي يسب المالك ويسب المالكية جئتم بالدليل دي السلطانة يسب المالك ويسب المالكية جئتم بمغربية ضائعتها امسينة واقنعتها بان المغاربة يسبنا الاعراض وضحكتم عنها وجعلتبها يعني تقول ما يوجد وما لا يوجد اذا هذا هو ما من بؤسكم اذا اردت ان اناظر اسعد الشرعي فليقدم طالب ولينتظر الموافقة كما قال ابرنوس يقدم طالب وينتظر الموافقة والموافقة عندي فيها نصاب النصاب هو خمسمائة مرأة مغربية اذا وافقت له خمسمائة مرأة مغربية تيك توكية نا بعد ذلك ينتظر الموافقة ديالي انا الاسد المغربي ان دخلت الى ساحة ادخل كالاسد ولا ادخل دليلا ولا اقول انت انت تمتلني يقول يا اخي ابرنوس انه اراد ان يتكلم في مكاني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون والمثال المغربية يقول لك الشبطز الحمد لله تقدر انت توقف بسط يسير ماذا مثلت انت ماذا من انت المنصة في الممشيتي كيتبها اخان في الممشيتي اخان في تعليق لا تتوقف اذا شتانا بين منصات المغاربة يملأها الاسود والشجعان ومنصاتكم ومنصاتكم خليني نعود هذه الجملة هي اللي قا نحتم بها في هالقافية شتانا بين سمعني بلاتي باش ندير صورة ديالي في هالقافية شوف شتانا بلاتي بلاتي كبر كاميرا بلاتي 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 كبرني كبرني شتانا بين منصات المغاربة يملأها الاسود والشجعان ومنصات امتلأت بإخان استودعكم الله الذي لتضيع ودائعه وتحية للشجعان السلام عليكم تحييتي من أمي تحييتي هل الله هذا الكلمة الرأي المغريبي تفضل خير الرأي المغريبي وكان غير عظم على الخير ياسير لا 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 تلعبش أنه ندور شخصي أنا متضح لا اخوك انا ما اخوك اشحك قل ياخوك انا ما اخوك وعدتين غدير الميوت ما تهدرش. صافي. مهما تحدث ما تهدرش. حتى لإلافة فتن. دور وشات دور دي لك تساعة تاخده. خلاص. الله يحفظك. اه رأي المغربي ومن بعده. اه قولي يا خليل. بلاتيخي رأي المغربي الله يحفظك. خليل. وي. عندك مداخلة وغادي تمتزح بحالك? ايه. هل شلي عندي يعني. يعني تفضل. قولك مداخلة دي لك باش تباشت الله عاوش. ماكسيموم تخوة مينة ونخليكم تزاعة. صار. دعني خالي. دك شي عجل ما بغدك اشتاعة. نتفضل. يلا. السلام عليكم الاخوان والاخوات وجميع الحضور الكريم. اه واحد المساج للاخ عبد الله يقال لك والله عالموا بداة الصدور. يعني باش تعرف بالله اشي واحد باقي راغب في ايديك. ارا غير الله سبحانه وتعالى اللي يعلم بما في الصدور. اما انت باش تقول لي والله العظيم اللي انا عارف دك شي بغيتي ترجع. هادي غير هادرة خاوية. غادي نخليها عندك. قلتي واحد الكلمة اخرى. انا طلعت عد المنصات وطلعت عد هادو عد هادو. اجبتي مجموعة الجماجيم. عمرك ما طلعتي عند مجموعة الجماجيم. وانا واحد من الجماجيم المتخفي. يعني هادو كلهم تكتوكي عارفني بلا انا جمجومي متخفي. كيقول واليا ميرارا وتكرارا. يعني ما تكذبش على الناس. مع عمرك طلعتي. انهار جيتي بهادك الحساب بوسبون. عارفناك انت وبالهيتم بتاقية وكذا وكذا. وحنا عارفين. تالت حاجة اخويا ابرنوس. غادي نشكره الاخ خان انس. اللي اعطاه الاخ عبدالله واحد سبع. وراو ما كوتيزة واحد خمسة ولست ديا الناس. باش يطلعوا هاد القضية. اما الدعم يجي من جميع الاخوة للمغاربة. جميع المحبين. ماشي من شخص واحد. حي درتوا واحد دارت. جمعتوا واحد شوية دين الفلوس. وعاو شرجيته. وجيتي باش تبان فوق من نحنا كاملين. وهدي درتقبال منك. انا شرجيت باش دعمت راسي. يعني هاد القوالة ما تدوزاش على واحد الشي باني بحالي. ضحكنا يا ساعد. انا رأى. تاني حاجة. اه. تاني شع حاجة. هاد الكلام المعصول دياله. ده كل نحن اخوتك. ولكن انت ما كديرتش حاجة كتعبر بي على الاخوة ديالك. تعيت على على يا انا بالذات اخويا خاليل والاخ والاخ ياسير والاخ كده. ولكن الافعل ديالك لا تدلي بهذا الاخوة اللي كتتدعي به انت. اه. الور. تالت حاجة. اني نساعد ركت ضحقني يا صعبي. اه. انا غنقلك السباب السي عضلاء من هاد شجاع اللي ما قالو شكلي اخوان. انت انا كانت هاد المين الصادية الاسعد الشرعي وكانوا فيها الاخوة اللي فيهم ابرنوس وياسير وصنيبي وكمالو الرأي المغربي كده. كنت كتهاجمها على اساس باش تحيدهم هومة من هذيك بلاسته وتشد بلاستهم. هاد هو السبب الوحيد. ما كده مش علينا تقول لنا ركادة ولا كادة هذيك هاد رخاوية. انت بغيتي غير تحيدهم وتشد بلاستهم وهذيك شي دي درتي وافعله كتدلوا على ذلك. هما هما نصلوا هذك الصندالة البالية لاحوة وانت مشي تلبستيها. يعني بلا ما تكذب على الناس ولا تش حاجة. وهاد مسألة شخصية. غنوصيك يا اخي انا غنديريك الكاميرا. باش ما تقولش بالله هاد اخي انا كي هذار دي ما امدرق. انا انا ما كانت درقش. واحد القادية السي. حاول حاول تختار مزيان المنتير ديال الندادر يا اخي. رك ارا بساف هذك شركة دي. يعني ما تيجوش مع الوجه ديالك حاول تختار اين باون منتير بل زعمال كادر ديال الندادر يكون شوية لا اقبل بجوء. انا ركا نشوف دائما عندك جوش خبزات في الوجهة ولا جوش تباصل ديون شلادة. يعني هذي همسألة شخصية باش تبان شوية آنيق و شوية يعني مع الاخوات. هذا ما عندي ما نقول لك عبد الله. انت بغيتي تحيد هذو كالناس وشديت بلاستوم. ورتي يقول لك. يعني انسان اللي يعني السندالة الى الاحتياء وجه واحد من لبسها الا روى تحت منك. ما عمرك غتكون الفوق. سير شري جديد. دير جديد. يعني دير منصة ديالك. دير نتوها دوك الاخوات اللي معك. حاولوا تديروش حاجة. ما درواش لقبل منكم. ما شيت لبسوا القديم ديال اللي اللي سبقوكم. هذا اللي ما نقول لكم. شكرا اخويا سعيد على المنصة. والاخوات. سيروا في المسيرة ديالكم. تحياتي لكم. تحياتي خليف. تحياتي اخويا. تحياتي. اذا الكلمة الان عند الرأي المغربي. تفضل اخويا. سلام عليكم مرة اخرى وتحية طيبة. وصلى الله وبرك على سيدنا محمد. للأسف الشديد اخوة الكرام. وتحية لك اخويا سعيد انك كنت شديدا نباهتي في ان قلت انك لا تريد من اللايف ان يكون خاصا بشخصية عبدالله. لانه كنت توقعت ما نتوقع ما قمع به القرش الان. لانه يلعب لنا فيها دور الشكور. وانه نحن محامين عليه. واللعب علينا دور الضحية. لانه نحن ضيباع تنهش فيه. وهو يعتقد فيه حينما تحدث عن هذه المسألة. لانه شي حاجة بهذا المصطلح دينا احنا. والأسف الشديد اه 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 اخوتي المغاربة. نفس الخطاب لاستخدموا عبدالله ولاستخدموا اسعاد الشرعي فاشكنا في اللايف دياله. احنا طرحنا تساؤلات واسعاد الشرعي. وعبدالله شهدروا على الدعم وشهدروا على الداعمين. للي كي اكد الاخوة الكرام. على انه هو دبا حاليا بغي يقلب علينا نحن من يتحدث عن الدعم. وهم الذين فتحوا هاد النقاش دي للسرزاق. هم الذين طرحوا التساؤلات شكون هاد الدعيمين وانهم من هم من قال جهات خارجية وجهات صهوية وكده. اللي يفتح موضوع الدعم يتهمون نحن الان بانه يهمون الدعم. شوف اخوتي كيفاش الانسان يلعب دور الضحية ويتنصل من كلامه وقت ما شاء ووقت ما اراد. حقيقة الاسف الشديد هذه النعمة الخطاب انت قلتها انك قلت المغاربة ما كيرضعش صبعهم. وسمحت لنفسك ان تتحدث عن المغاربة. وحينما نقولها نحن تحجرون علينا ان نقولها. اما مسألة ديال انه قلت في ذلك اللايف مع خوص بارسة وغيرهم. هذه المصرحية مفروشة. والاسف الشديد انا نقدر نقول لك انطالت علينا ومشي نضمننا معاك وقلنا ان هذا الامر يندريج في اطار الدعشة وفي اطار البلطاجة والمافيا. ولكن صدمنا انه للاسف الشديد نفس ما كيناش للغدلية كاللي قاوك طالع عندهم. فهذه المصرحية مفروشة. ما تجيش تدير بها انها رجولة وانك تناضل على الوطن. ووصل بالامر الى ان يتم تهديدك في اهل بيتك. والاخ كامل نصحك نصيحة وانتمنى انك تقتدي بها لان حقيقة هذا ليس مستوي ان انا نمشي مقنقش معك الاعراض. وانما استفزيتني بالحديث عن ذلك الامر. وقلنا في البداية باش انك ترفع عليه. ولكن بينتي المغاربة هذا الخبط اللي نقول لك انك تستخدمه. وهذه الندالة مع احترامي الشديد وبين قوسين. انه انا اطرحت تساؤلات وانت مشي تكت نقش لي اي من لي جاك سبع تبديل صوتك. وسبحان الله العظيم غير جاك سبع. وهو تطلع لك لا ضوز. وابدتك تلعب فيها دور البطل. وانه واختكم المغربية والتي ضرب فيها. مع العلم انه من لي مكانش سبعك انت هادئ وكالمك هادئ. فبالتالي كل ما تريد يلصاقه في الرأي المغربي. اظهرت اه مباشرة بدون ان يقاطل المغربي. من النقطة الاخرى فاش قلت ليك مسألة دي. اطمع بشي سبع اخر واقع لا. انه سبع جاك. هادئك مسألة دي سكور لي جاك. انه اسمح شيدك المسألة دي سكور لي جاك وبقات يقول راك نحسب. انا عندك استساعد والاخوة المغاربة كنت في لايف وانا كنشوف الاخ القرش. وهو يتحدث عن هذه المواضيع وكده. وقلت له السي عبدالله افتراضا انه فعلا كي نجهت خريجيك الدعم. انت حاليا عندك واحد الدعم. هل تعرف من دعمك? علش ما تطرحش نفس السؤال على نفسك. يجب ان اعرف من دعمني. قبل ان تسأل الرأي المغربي وتسأل الاخ ياسر وتسأل الابرنوس. انا هذا هذا لبس ومقدرش جاوب على هذا السؤال. ومشيتيك اتهضر لي انني اراقبك وانني احسب لك. انا ان تقوله لنفسك اولا. قبل ما الانسان يجيب بدي يدير فيها محقق كونا على الاخرين. يجب ان يدري على نفسه. انت جاك واحد سكور نورمال ممكن مدام تتؤمن بمؤامرة وجود جهات خارجية كتدعم الناس. فمن المنطقي انه الانسان يطرح هذا الامر على نفسه باش ما تكونش انت ضحية دي لانه جهات خارجية تدعمك. والاخت اللي كانت معنا لانه طلبت عدم ذكر الاسم ديالها. اعتقد انه اعطتنا النقطة الاساسية في هذا الشيء كامل. اللي كيهم الاخوان في القروش وكيهم الاخ عبد الله الا وهي الدعم. واعتقد انه الاخ خليل وضحى لكم الان كيفاش انها تخدمت.